بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة طالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة حيوانات اللحم كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية حيوانات اللحم وعرفنا عن أي أهمية اللحم بالنسبة للإنسان وتغذية الإنسان ثم تطرقنا إلى أنواع الحيوانات اللحم الموجودة في داخل مصر أو على مستوى العالمي وقلنا إيه هي أقسام أو أنواع ماشية اللحم الموجودة قلنا فيه ماشية اللحم اللي هي تصلح في المناطق الشمالية أو المناطق اللي هي أشديدة البرودة وفيه ماشية اللحم تصلح في المناطق اللي هي المعتدلة يعني قسمناها حسب المنشأ الجغرافي أو التوزيع الجغرافي بالنسبة لمنشأ ماشية اللحم المصرية ثم تطرقنا إلى إزاي أن أنا أقدر العمر لحيوان التسمين وايه هو مواصفات حيوان التسمين بصفة عامة والوقت اللازم لعملية التسمين ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع جديد وبيخص الموضوع السابقة وهو التغذية بقى لحيوانات اللحم ازاي اغزي حيوان اللحم تغذية حيوانات اللحم بتبدأ من بداية عملية الرضاعة لحيوان اللحم اللي هو ان انا حربيه عندي في داخل المزرعة او ان انا حنشأه في داخل المزرعة الى ان يتم عملية الزبح لهذا الحيوان بعد عملية الايه التسمين فتغذية بصفة عامة هي توفير جميع الاحتياجات الغذائية اللازمة للحيوان سواء كانت محاصيل حقلية او مخلفات المحاصيل الحقلية او من انواع محاصيل اللي هي موجودة عندي المحاصيل المركزة النباتية اللي فيها البروتينات سواء كانت فلسوية اللي هي المصانع الاعلاف الى اخر ان شاء الله هنتحدث مع بعضنا على الاول حاجة النهاردة فيه تغذية حيات اللح تعريف التغذية يعني ايه تعريف التغذية توفير جميع الاحتياجات الغذائية اللازمة للحيوان هذه الاحتياجات بتهدف الى ايه في عندي نوعين من العليقة اللي نقدمها للحيوان العليقة بسميها اللي هي الوجبة اللي تقدم لهذا الحيوان في عندي نوعين منها في بقدم عليقة لحفظ حيات هذا الحيوان يعني ايه لحفظ حيات هذا الحيوان عشان الحيوان دوت ما يفقدش عنده جزء من الوزن اللي هو موجود. يبقى في عليك اسمها عليكة حافظة. بتحفظ كي ينولد او تركيب جسم هذا الحيوان. انه الحيوان ما 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 يحصلش عندي ان هو يبدأ ان هو اه في الخفاض او في الخفاض معدل الوزن بتاعه. في اللحظة دي تسمعها عليكة حافظة. يعني يقدر يعيش هذا الحيوان. طبعا انا لو عايز اخلي الحيوان دوت ينتج زود كمية العليقة. وبقول ان في عند عليقة تانية اسمها عليكة انتاجية. ان هي العليقة دي بتخلي الحيوان ان هو يكون قادر على عملية الانتاج. لان طبعا عارفين ان الحيوان اللحم اللي هو موجود عندي بصفة عامة. بيكتنز او بيحول جميع المخلفات او جميع التغذية مساء التغذية. على داخل جسم هذا الحيوان او في داخل جسم هذا الحيوان اللي هو منتج الداخلي. لكن بالنسبة لحيوان اللبن التغذية المحصول انتاج الحيوان من اللبن اسمه محصول خارجي. في صورة علاقك متزنة من المواد العلف المتوفرة عندي بغرض ان هو يكسب هذا الحيوان او ان هو يزوت انتاج هذا الحيوان فالاساس العلمي في عملية التغذية بالنسبة لهذا الحيوان طبعا كل حيوان بيختلف بالنسبة للطريقة التغذية لهذا الحيوان واسلوب الهضم بتاع هذا الحيوان اننا عارفين ان معدة الحيوان بتكون ان هناك حيوانات ذات معدة مركبة مثل الابكار والجموس والاغنام والمعز يعني ايه معدة مركبة بتتكون من الشبكية والوركية والانفحة والكرش وفي حيوانات ذات معدة بسيطة مثل الخنازير والاران دي لها معدة بسيطة لكن بالنسبة لحيوان بصفة عامة سواء كان حيوان لبن او كان حيوان انتاج لحم بيبقى يتركب من معدة مركبة زي الابكار والجموس والاغنام والمعز هذه المعدة بتكون تحتوى على الشبكية والوركية والأنفحة والكرش من أربع وحدات زي ما أنت شايف معنا هنا في الصورة المعدة المركبة بها عصائر هاضمة يعني هي عصائر هاضمة يعني الحيوان تناول مثلا أش الأرز اللي هو موجود عندي داخل المزرعة أو تناول العليء الخضراء اللي هو زي البرسيم أو زي المحاصيل الصرفية زي الضراوة بيحولها هذا الحيوان في داخل الكرش إذن هناك فيه إنزيمات هاضمة بتحلل هذه المركبات إلى مركبات سلولوزية هذه المركبات بيقدر هذا الحيوان يستفيد منها في بناء معامل الهضم وفي تحويل هذه المركبات داخل الكرش اللي هو بيعتبر مخزن لتلقى الغذاء وما به من عمليات تخمر بيتم داخل الكرش الحيوان بتناول عن طريق المرية بتنزل فيه الكرش ثم الوراقية ثم الأنفحة ثم الشبكية بالطريقة اللي انت شايف مع بعض هنا كده فيه الصور أهمية تخمرات الكرش بالنسبة للحيوان ليه ان الحيوان بيتخمر الكرش عنده أو الغذاء بيتخمر في داخل الكرش بيتخمر هذا الغذاء في داخل الكرش عشان يقدر يزود كفاءة الاستفادة من العليقة والعناصر الغذائية ثم ان تغير المنتجات النهائية للهضم بما يتناسب مع طبيعة هذا الحيوان أو مع طبيعة انتاج هذا الحيوان كذلك زيادة استهلاك الغذاء لمنع النفاخ أو التخمى الحد ثم اننا بفيه سرعة تكييف الكرش مع تغيرات العليقة يعني ايه سرعة تغيير الكرش أو تكييف الكرش مع تغيرات العليقة ساعد في بعض الاحيان اما يكون مثلا انا هنتقل من عليقة جافة الى عليقة آآ مالئة خضراء لازم اعمل عملية تدريج عشان انبه الكرش اللي هو موجود في داخل جسم هذا الحيوان ان هو هيحدث تغير بالنسبة للعليقة اللي هي هيتناولها هذا الحيوان بمعنى ايه ان العليقة اللي بيتناولها هذا الحيوان نفترض انها كانت مثلا عشرة كيلو من مواد العالف اللي هي موجودة فبعمل عملية تدريج ما حطش العشرة كيلو عليقة خضراء بعد ما غز مثلا عليقة جافة في مطر في فصل الصيف هخش عليها مثلا في موسم الشتاء ابدأ اغزل حيوان عليقة خضراء مباشرة لا لازم ادرج لو كنت هدى عشرة كيلو ادي تمانية كيلو عليقة اللي هي الجافة ثم اتنين كيلو من العليقة الخضراء مع زيادة اه بالتبادل العليقة اللي هي الخضراء عشان يقدر ازود سرعة تكييف الكرش مع محتويات العليقة اللي هي بيتغزى عليها هذا الحيوان فالاساس العلمي عشان تقدر تحسب احتياج هذا الحيوان من العليقة بيتم على اساس ايه وزن هذا الحيوان هل الحيوان اللي هو مثلا وزنه تلتمائة كيلو ادي له كمية عليقة زي الحيوان اللي هو وزنه حوالي ميتين كيلو او مية وخمسين كيلو. او المولود اللي هو الصغير في وزن حوالي اربعين. او خمسين كيلو او او تلاتين كيلو ساعة الولادة. يبقى انا هنا اه في اساس عندي ما جي اقدر كمية العليقة سواء كانت عليقة جافة. او عليقة اه اه مركزة ماليقة. او عليقة خشنة. لا او او اي نوع منوال علاقة لتقدم لهذا الحيوان. بقى انا بشوف الوزن هذا الحيوان. ثم حالة الحيوان. الحالة الانتاجية بتاع هذا الحيوان. هل الحيوان دهوت عنده سرعة استفادة من هذه الكمية العليقة اللي أنا بعطيها لهذا الحيوان ثم الغرض الذي يربع من أجله هذا الحيوان وأخيرا موسمية الغزاء وهنا موسمية الغزاء هنا بتترك عندي اللي هي تناول الغزاء في فترة الصيف أو في خلال شهور الصيف وتناول الغزاء في خلال فصل الشتاء لازم أعمل عملية تدريج بين العليقة اللي هي بغزيها الحيوان في فصل الصيف ثم العليقة لما هبدأ أغزي الحيوان في فصل الشتاء يبقى لازم أعمل عملية تدريج يبقى أنا عندي أربع أسباب أو أربع أسس إن أنا بقدم العليقة أو بقدر الاحتياجات سواء كانت احتياجات من عليك الحافظة أو العليقة الانتاجية على أساس وزن هذا الحيوان حالة الحيوان الغرض اللي رازي ربه من أجله هذا الحيوان ثم موسمية الغذاء بالنسبة لهذا الحيوان مجا غزي هذا الحيوان وعجول التسمين لازم العلائق تحتوي على واحد في المية من الحيوان عليقة ماليقة يعني كمية العليقة اللي نهديها للحيوان واحد في المية من العليقة ماليقة ثم واحد ونصف في المية من وزن الحيوان عليقة مركزة يبقى أنا بعض الحيوان عليقة ماليقة بمقدار واحد في المية إذا كان وزن مثلا تلات وثمائة كيلو يبقى أنا بديله مثلا تلاتين كيلو إذا كان وزنه حيوان ربعمائة كيلو أنا بديله أربعين كيلو يبقى واحد في المية من وزن هذا الحيوان. على سبيل هذا المثال. ثم عليقة مركزة اللي هي�ة انتاجية عشان اقادر احفظ هذا الحيوان. وزوت انتاغه. بعطيه عليقة مركزة اللي هي فيها نسبة بروتين وكربهايدرات وكل الجماعة العاصر الغزائية التي موجودة بمقدار كام? واحد ونصف في المية. انا بدي واحد في المية عليقة ماليقة لهذا الحيوان. ثم بدي واحد ونصف في المية من وزن هذا الحيوان عليقة مركزة على اساس اللي هو العلمي اللي هو وزن هذا الحيوان وحالة الحيوان والغرض الذي يربى من اجله ثم موسمية الغزاء. طب هل الحيوان ده هو بيستفاد او ازاي الحيوان ده بيستفاد من الغزاء الموجود. بيستفاد من خلال مجموعة من الخطوات العامة. اول حاجة بيحصل عندي عملية الهضم. يعني ايه عملية الهضم? الحيوان بيتناول هذا الغزاء ثم يحدث له عملية الهضم داخل الكرش اللي هو موجود ويحدث له عملية تخمراء ثم بيمتص هذا الغذاء اللي هي عملية الامتصاد هذا الغذاء في صورة مواد سائلة إلى أن يتم توزيع هذا الغذاء إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق عملية التمثيل الغذاء اللي هي موجودة داخل جسم هذا الحيوان بتطلع في صورة دم وصورة محلية غذائية يقدر الحيوان يعيش معها أو يقدر أنها تمد هذا الحيوان بيستفيد منه في الكرش فعملية الهضم فيه عندي عملية هضم ميكانيكية وفيه عمليات هضم كيميائية دي بتتم داخل داخل الكرش عملية الهضم الميكانيكية دي عن طريق عملية أن أنا بقصر مثلا الحبوب الزهرة اللي هي موجودة عندي أنا ما أقدرش أعطي هذا الحيوان مثلا حبوب من الزهرة أن هذا الحبوب من الزهرة سليمة بتخرج مع مخرجات أو فضلات هذا الحيوان أو أنه مغز على العليقة لهذا الحيوان من الحبوب الأمح يبقى أنا لازم نكسر العليقة حضية اللي هي موجودة او الحبوب اللي هي موجودة عشان تقدر تسهل عملية الهضم ده اسمه حضم ميكانيكي ثم الهضم الكيميائي عن طريق عملية التخمر اللي هو موجود في الكرش يعني يتحول الى القش الى سيلولوز او بتحول مخالفات المزرعة الى سيلولوز داخل الكرش وبيقدر الحيوان بيستفيد من هذا الغزاء ثم عملية الانتصاص تخمرات الكرش دي لها اهمية عشان يقدر هذا الحيوان هو يستفيد من العناصر الغزئية اللي هي موجودة في داخل العليقة ثم تغير المنتجات اللي هو الهضم بما يتناسب مع طبيعة هذا الحيوان وانتاجه ثم زيادة استلاك الغزاء لمنع النفاخ او التخمة الحدة. نجد عند lحتة دي ونوقف شوي يعني ايه زيادة استلاك الغزاء لمنع النفاخ او التخمة الحدة. اذا كان هذا الحيوان مسلا احتياجه من الغزاء حوالي عشرة كيلو مقدرش تزود عن العليقة اللي هي الموجودة اللي هي سواء كانت عليقة مركبة او عليقة اللي هي مصنعة. اما زودوش حوالي خمستاشر كيلو اللي يحصل له التخمر في داخل الكرش. وبالتالي هيزيد معامل الهضمة هيرتفع. فبيقدر هذا الحيوان يضغط على الاجهزة التلفزية اللي هي موجودة. ما يقدرش هذا الحيوان يعمل عملية تخمر. ويحصل انتفاق لهذا الكرش. وبقى فيه عندي فيه غازات في داخل هذا الكرش. من سبب عملية النفاق لهذا الحيوان. او التخمة الحادة اللي هي بيتعرض لها حيوان اللبن او حيوان اللحم او الحيوان بصفة عامة. فصلع التكيف الكرش مع تغيرات العليقة اللي هي موجودة. احنا انتطرقنا وقلنا في عملية تدريج. لازم انبه الكرش وقول له الكرش ان موجود عندي عليقة قدراء. هيبدأ يتغزى عليها هذا الحيوان. يبقى انا بديله بالتدريج. مع كمية العليقة اللي انا كنت بقدمها له لهذا الحيوان. بزود نسبة العليقة اللي انا هغيرها او هستبدلها لهذا لهذا الحيوان. افي عندي سرع التكيف للكرش. بمعنى ايه? بمعنى ان 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 في ميكروبات او في انزيمات موجودة داخل الكرش. هذه الانزيمات كل انزيم له اه له نوع معين من الغذاء بيكون موجود داخل كرش هذا الحيوان. بينشط هذه الميكروبات في وقت تناول الحيوان هذه الكمية من الغذاء. بمعنى ايه? ان في ميكروبات او في فيتامينات او في انزيمات موجودة داخل الكرش بتنشط فيه خلال فترة الصيف عشان يقدر تهدم الكرش اللي هو موجود او تهدم الغذاء اللي هو موجود داخل الكرش فبتختلف عن نسبة الانزيمات او نسبة الميكروبات اللي بتحلل السوليوز فيه خلال فصل ايه فيه فصل ايه يبقى اذا كل فترة فيها بنوع معين من الانزيمات بتزيد او بتقل حسب طبيعة هذا الحيوان او حسب طبيعة العليقة اللي هي موجود لها اللي هي فيها او هيتغزى عليها هذا الحيوان كذلك في ايه عندي برضو تاني ان المعدة المركبة فيها مجموعة من العصائر هذه العصائر هي عصائر هاضمة او الميكروبات الميكروبات دي بتعمل عن عملية التخمر والتكيف مع الكرش والهضم داخل كرش الحيوان عشان تقدر انها تتلقى الغذاء اللي هو هيتناوله هذا الحيوان اه داخل الكرش فبتبدأ عملية التخمر سواء كان في الكرش او في الوراقية او في الشبكية او في الانفاحة وبيحدث له امتصاص لهذا الغذاء ويكون بعملية التمثيل الغذائي داخل جسم هذا الحيوان فالاحياء الدقيقة دي مهمة سواء كانت بكتيريا او بروتوزوة او فطريات هذه البكتيريا او البروتوزوة او الفطريات داخل الكرش الحيواني المقتر بتتكاثر البروتين اللي هو الميكروبي والاحماض الدهنية اللي هي موجودة الطيارة اللي هي موجودة في قلب الغذاء بتوفير العناصر الدرولية للبكتيريا واهمها الامونيا اللي هي موجودة في العليقة والطاقة والفسفول والكابريت عشان يقدر يحصل على البروتين الميكروبي يعني اذا هم بيحل السيلولوز او بيحل المواد الاش اللي هو بيتناول هذا الحيوان سواء كانت على الجافة زي الادبانزة حتى بالزورة زي كل الوعل المواد اللي هي اللي أنا بقدمها لهذا الحيوان انها ما بقدرش اي الانسان يتغذى عليها فالحيوان بيقدر ما هو يتغذى عليها ومن خلال النشاط الانزيمي لهذه الميكروبات بيقدر يحللها الى بلوتينات هذه البلوتينات بتكون فيه صورة السوائل بيقدر هذا الحيوان ان هو يستفد بيها على مدار الوقت وهو مدار 24 ساعة خلصة هذه الانزيمات او خلصة هذا اللي هو اللي أنا قدمتها لهذا الحيوان يبقى يبدأ يتناول عليك اخرى تانية او الوجبة التانية لهذا الحيوان او في اليوم التاني لهذا الحيوان بس براعي ان عدم حدوث تخمة لهذا الحيوان يعني ما زودش حسب المقارات الغذائية اللي هي موجودة ما زودش اكتر من المقارات الغذائية لو قلت واحد في المية من وزن الحيوان عليقة ماليقة وواحد ونص في المية من وزن هذا الحيوان اللي هي العليقة المركزة العليقة المركزة لو واحد ونص في المية في وزن حيوان ربعمائة كيلو مثلا حدينا حوالي ستة كيلو او تمانية كيلو من الاعلاف ما زودش بقى اخليه اكتر من عشرة كيلو لان لو زودت اكتر من عشرة كيلو هيحدث تخمل له لهذا الكرش. يحدث نفاخ لهذا الحيوان. بتزيد نسبة الميكروبات اللي هي موجودة عن الحد اللازم. فبيحدث عملية ازهال لهذا الحيوان. لو الحيوان ما حدث له عملية نفوق. لكن لو حدث له عملية نفوق. هتيجي من عملية التخمر اللي هي موجودة. اما مش قادر هذا الحيوان ان هو يقدر يشغل الاجهزة الهضبية اللي هي موجودة او تخبط الكرش. عشان يقدر يحلل السلولوز او يحلل البكتيريا عن طريق البكتيريا والميكروبات والفطريات اللي هي موجودة داخل الكرش عشان يقدر ان هو يحولها في صورة ايه اه مواد اغذائية سهلت الهضم بالنسبة لهذا الحيوان. انا قلت عندي واحد في المية من العليقة المقدمة حسب الوزن. عليقة ماليقة. عليقة ماليقة. سواء كان عليقة ماليقة في الصيف اه زي الضراوة او اي انواع من العلائق الخضراء الصيفية. زائد الواحد في المية برضو تاني في حالة العلائق الشتوية. زي محصول البرسيم. سواء كان برسيم مصري او البرسيم اللي هو الحجازي. بقى انا بدي لهذا الحيوان واحد في المية من وزنه عليقة حافظة. طبعا انا عايز ازود الكمية الانتاجية خلال الحيوان ينتج. يعني ايه خلال الحيوان ينتج. الحيوان مسلا نفترض انه وزنه حوالي ميتين كيلو. انا عايز ايوصل بهذا الحيوان الى ربعمائة كيلو. يبقى انا بزود له نسبة المواد المركزة اللي هي موجودة اللي هي العليقة الانتاجية اللي هو وهيقدر هذا الحيوان يحولها على جسمه بس بنسبة كام بنسبة واحد ونصف في المية من وزن جسم هذا الحيوان بالاضافة الى واحد في المية من العليقة اللي هي المالقة سواء كانت خضراء او سيفية او خضراء شتوية كزال فيها عندي برضو تاني ان تم التواصل ان ايجاد بيئة مناسبة عشان تقدر لهذه الميكروبات انها تنشط او الاحياء الدقيقة الموجودة في الكرش وفي نفس الوقت انها بتشجع البكتيريا وليس البلوتوزوعة العليقة التقاصل داخل كرش هذا الحيوان فدائما بيبقى الحاجة ملحة في عملية اننا ايه اقدر استفيد من غزاء هذا الحيوان اننا نوفر له كل ظروف البيئية داخل الكرش عشان تقدر البكتيريا تتقاصل وتنشط وتحلل الغزاء او كمية الغزاء المأكولة بالنسبة لهذا الحيوان وتحوله الى بروتين ميكروبي واحمات دهنية طيارة يقدر هذا الحيوان انه هو يستفيد بيه فبراعة التوازن بين البروتين والطاقة داخل كرش هذا الحيوان لان الحيوان الطاقة بتيجي منه بيحولها الى بروتين ميكروبي يقدر يستفيد به هذا الحيوان فالبروتين الذي يتحلل بالكرش يستفيد به الحيوان لذلك يجب انما احمي هذا البروتين من التخمر واعمل على تمرير جزء منه الى المعدة الحقيقية والاثنى عشر عشان يتم عن طريق الخاملات الموجودة المصفص الغذاء عشان تقدر هذا الحيوان ان هو يستفاد به سواء كان اثناء عملية الحمل او عملية الولادة او عملية الاضرار او انما عملية انتاج هذا الحيوان من اللحم في صورة لحوم بالنسبة لهذا الحيوان طيب مواد العلف الشائعة الاستخدام انا قلت عندي فيه عملية تخمر داخل الكرش مواد الحيوان كمية معلومة من الغذاء يعني واحد في المية ثم واحد ونصف في المية من العلية الانتاجي طيب مواد العلف الشائعة اللي يقدر هذا الحيوان اللحم هو يتغذى عليها في عندي مواد علف خضراء مواد العلف الخضراء بتشمل ايه؟ بتشمل مواد علف خضراء الشتوية زي البرسيم وده دبعا شائع الاستخدام عندنا في مصر سواء كان برسيم المصري او البرسيم الحجازي اللي هو موجود معمر خلال فصل السماء او فصول السماء مع بعضين في مواد علف خضراء صيفية زي الضراوة وزي الزرة السكرية وزي لبيا العلف في مواد علف خضراء معمرة زي ما قلنا البرسيم المصري موجود طول السنة سواء في الصيف او في الشتن البرسيم المصري اللي هو البرسيم الحجازي بيقعد عندك حوالي كان بيد في السنة حوالي اتناشر حشة او خمستاشر حشة لانه موجود على مدار هذا العام في مواد علف خضراء محفوظة اللي هي السلاج ومواد العلف اللي هي الخضراء المحفوظة زي السلاج ايه اللي بيحصل فيها عملية السلاج؟ السلاج دي وعن بيجي فترة من الحياة من الوقت بلاحظ ان ما فيش علاق خضراء موجودة في داخل المزرعة اللي هي هي هيبدأ اتغذى عليها لهذا الحيوان فبياخد محصول الدراوة او محصول الدرة بالنسبة لهذا الفلاح انه هو بيحوله الى سلاج اه محفوظ في معزة بعيدة عن الهواء بمعنى ايه؟ انه هو بيقطع حتى بالدرة او عيدان الدرة بالكوز اللي هو كزان الدرة اللي هي موجودة وبيتم عملية جرش لهذه المخلفات اللي هي الدرة ويحولها الى زي صورة ادبان بياخد هذه الكمية وبيحفر حفرة في داخل هذه في داخل الارض ثم بيضع عليها كمية من غاز النشادر او من محلول اليوريا او اي من المواد اللي هي الملشطة للميكروبات عشان تجد تحلل ثم بيغطي هذه الكومة بطبقة من الاكياس وبيضع فوق هذه الطبقة طبقة من الطراب ويقوم عن طريق الجرار الزراعي انه هو بيتفن هذه الكومة وبيعد عليها عشان يجبس عشان يطلع عملية الهواء اللي هو موجود داخل الكومة اللي هو كومة السلاج بعد خمسة واربعين يوم بالزبط بيبدأ فتح هذه الكومة وما جافتح هذه الكومة بفتح في الجهة المعاكسة للشمس بفتحش في الجهة اللي هي بيطلع منها الشمس عشان خاطر ما يحدثي فأد للبروتين اللي هو موجود ايه الهدف ان انا بغطي هذه الكومة بغطي هذه الكومة الانزيمات اللي هي موجودة سواء كانت الانزيمات اللي هي موجودة بتتحلل الى بروتين بيرفع نسبة البروتين في هذه العليقة دي من احدى طرق الاحلال او الاستبدال من العلائق اللي هي المركزة اللي هي مرتفعة السمن فبيحولها الى صورة سلاج رخيص السمن موجود هذا السلاج ده نفس القيمة الغذائية لمواد العلف اللي هي المركزة اللي هو بيتناولها سواء كان هو جمعها من المطاحن او من المضارب او من المصانع الاغذية من جميع طرق الانتاج بالنسبة للمخلفات الزراعية اللي هو بيقدر يتغذى عليها هذا الانسان في صورة علائق ايه مركزة كذلك في ايه عندي تاني مواد علف جفة يعني ايه عندي مواد علف جفة مواد علف جفة في عندي نوعين من مواد العلف الجفة في مواد علف خشنة وفي مواد علف مركزة يعني ايه مواد علف خشنة مواد علف خشنة زي جميع مخلفات الزراعية اللي هي موجودة عندي زي الدريس زي الادباد زي مخلفات المحاصيل أما مواد العلف المركزة بتشمل إيه؟ مواد العلف مركزة نباتية بتشمل عند من المركزات النباتية عند الحبوب ثم البقول ثم مخلفات المطاحن ثم مخلفات المضارب بالنسبة للحبوب عند الزرة ما يعتبر حبوب عند الشعير يعتبر حبوب عند الدينيبة بس إما بعمل عملية أغزي على الحبوب أنا قلت في عندي عملية الهضم اللي هي الهضم الميكانيكي لازم اقصر هذه الحبوب او ادرش او اجرش عملية هذه الحبوب عشان احولها الى منتج هذا المنتج بيقوم بتجميع هذه الحبوب سواء كان حبوب مع بوكوليات مع مخلفات مطاحن بكونها في صورة عليقة بقدمها لهذا الحيوار فالبوكوليات عندي منها فول السيا وعندي الفول البلد الموجود لكن مخلفات المطاحن يعني ايه مخلفات المطاحن بعد عملية جرش او طحن ليه الحبوب اللي هي زي حبوب الامح او حبوب الدرة بيطلع عندي منتج سنوي بالنسبة ليه المحصول اللي هم موجودة او بالنسبة للحبوب اللي هي موجودة او بالنسبة لمخالفات المطاحن اللي هي موجودة بتطلع عندي النخالة النخالة بادفها بس بادفها بنسب معينة على العليقة ثم في عندي مخالفات المضارب مخالفات المضارب زي رجيع الكل وفي عندي سن الفول وفي مخالفات المضارب كتيرة زي مضارب الارز الاشرة بتاعت الغلاف الخارجي بتاع أشرة الأرز كل هذه المخلفات بتجبس مع بعضها وبتتكون عليها مركزة فيها نسبة بروتين حوالي 16% أو 14% أو 11% النسبة دي أنا بكونها أنا عندي حسب استهلاك هذا الحيوان إذا كان حيوان لبن بتدير نسبة بروتين حوالي 16% أو 15-16% وأحيانا بتصل لـ 18% بس في حالة العجول الصغيرة عشان أبني هذه العجول لكن حيوان التسمين نسبة البروتين في علاقة التسمين بتكون 14% مخلفات معاصر البزور واستخلاص البزور دي كلها مخلفات زي كزب بزر القط بزر القط أنا باخد محصول بزر القط باخد الزيت والتفة اللي هي بتخرج من من الكزب اللي هي اسمها بزر القزب دي القط فبتطلع من مخلفات عاصر الزيوب بتاع بزر القط عشان أحصل عليها وبضفها على العلائق عفرنا عندنا في زيت زي زيت الكتان زيت الكتان ما هو جاي من البزرة البزرة باخد مخلفات هذه البزرة وأبدأ أغذي بها على حيوانات المزرعة اللي هي موجودة عندي كزلك في عندي كزب كزب بزرة السمسم كزلك في كزب بزرة عبادي الشمس في كزب بزرة فول السوية في مخلفات مصانع الملاس يعني إيه مخلفات مصانع الملاس مخلفات مصانع الملاس زي مثلا زي الملاس اللي هي مصانع السكر بعد ما يتم عملية اللي هو استخراج السكر اللي هو موجود في مصانع السكر بيبقى في عندي الملاس وشبهلك الملاس زي اللي هو الدرجة الرديئة بالنسبة للعسل الأسود هذا الملاس اسمه ملاس ليه سموه ملاس لأنه هو ناتج من عملية العصر أو استخراج السكر من سواء أسب السكر اللي هو موجود عندي فباخد اللي هي والعصير ده موجود اللي هو الملاس وابدأ أضع هذا الملاس على الأش اللي هو موجود أو على العلائق اللي هي موجودة عشان يقدر يرفع لمعدل الطاقة بهذا الحيوان لأنه غني بفيتامين الحديد أو بفيتامين ألف فبيرفع معدل الطاقة بالنسبة لهذا الحيوان كذلك في عندي مخلفات مصانع البيرة مخلفات مصانع البيرة أيضا دي كلها باخد منها الخلاص اللي هي موجودة وابدأ أغذي أو أركب عليها عندي من هذه المخلفات مع الأمحة مع الحبوب مع البقول عشان أكون نسبة بروتين زي ما قلت لك سواء كانت 14% لحن نتسمين نسبة بروتين سواء كانت 16% بالنسبة لحيوان اللبن سواء كانت 18% اللي هي اسمها البادئ بالنسبة للعجول الصغيرة اللي هي صغيرة السن عشان تقدر تكون الغذاء أو تكون الجهاز اللي هو موجود عندها وتزود معدل البناء فبرفع نسبة البروتين في العجول الصغيرة لكن بالنسبة لحيوان التسمين نسبة البروتين عندي من حوالي 12% إلى 14% لو رفعت هذه النسبة بتضر هذا الحيوان لكن لأننا عاش فينا منح محصول حيوان اللحم محصول داخلي فبرفع نسبة بروتين في إنتاج اللبن عشان خاطر يزيد إنتاج اللبن بالنسبة لهذه الحيوانات فيه عندي برون تاني في مواد علف مركزة حيوانية يعني إيه مواد علف مركزة حيوانية يعني عند الدم بعد عملية اللي هي الدبح إلى آخره فيه عند مثلا اللبن موجود وفيه مخلفات مصانع القلبها فيه مخلفات المجازر مخلفات المجازر عند كتير عند الدم المجفف كل ده بيخش فيه تكوين الأغذية أو في صناعة الأغذية أو في صناعة العليقة اللي هي المركزة فيه عندي إضافات غذائية يعني إيه إضافات غذائية إضافات غذائية دي مكملة للعلاق اللي هي موجودة عبارة عن أملاح معدني عبارة عن فيتامينات عبارة عن منشطات يعني محفزات للنمو كل هذه الإضافات بضف على العليقة بس بنسب معينة يعني لازم أخذ الحذر عند إضافة هذه المركبات أو الأضافات الغذائية في تكوين العليقة ما أقدرش تزود عن نسب معينة ده من خلال طبعا الطبيب البطري أو القائم الإشراف البيطري على تكوين العليقة فبيقدر بيحدد لك كمية الإضافات الغذائية الموجودة اللازمة للطن العلف أو للنص طن العلف حسب كمية العليقة التي تكون منها هذا الحيوان طيب إزاي بقى الحيوان بيستفاد من مخلفات المحاصيل الحقلية في إنتاج الإعلاف الغير تقليدية يعني إيه إعلاف غير تقليدية أنا عندي زي مثلا محصول زي البرسيم اللي هو الحجازي برسيم الحجازي موجود طول السنة بزائد البرسيم المصري موجود المخلفات دي بعمل بها إيه إن أنا بجمع هذه المخلفات في صورة بلات من الموجودة واركنها عندي داخل المزرعة إما تقرص العليقة اللي هي المركزة اللي هي العليقة الشتوية أبدأ غزي على مخلفات المحاصيل اللي هي منتجة داخل هذه المزرعة زي ما إحنا شايفين مع بعض في الصورة هذه المخلفات اللي هي مخلفات المحاصيل مثل الأدبان وقش الأورز باستخدمها كمواد مالئة بالنسبة لهذا الحيوان ثم النخالة اللي هي النواتج اللي هي المطاحن بالنسبة سواء كان للأمحة أو للزورة الأجساب بجميعها أجساب أنواحها سيكوز ببزنة القطن كوز بعباد الشمس كوز ببزنة السمسم كل هذه الأجساب كلها بدخلها فيه تكوين العليقة بس بنسب معينة حسب التركيب العليقة التي تقدم لهذا الحيوان وحاليا تم استحداث أو استخدام مخلفات تصنيع الخضر والفاكهة يعني ايه في عندي مصانع للخضر والفاكهة في عندي عمية العصير للخضر والفاكهة القشر اللي هو موجود بتاع الخضر والفاكهة ده بيروح فيه بيدخل في تكوين الأعلاف أو في مصانع الأعلاف عشان يقدر الحيوانات يتغذى عليها أو أننا بعملها في سولة سلاج عشان يقدر يتغذى عليها هذا الحيوان أما التغذية على البزور الكاملة أنا باستخدم حبوب الزورة الشامية أو الزورة الصفراء في تغذية الحيوان بمفردها بس دي باستخدمها في حالة ايه باستخدمها في حالة اللي هي الأغنام والمأس بصفة عامة لكن بالنسبة لحيوان اللبت أو حيوان التسمين ما أقدرش استخدم حبوب الزورة غير مجروشة يبقى لازم أجرش هذه الحبوب عشان الحيوان يقدر يستفيد بيها أو كذلك برضو في عندي فولوسوية فولوسوية اللي هو موجودة عندي لازم أدخل فولوسوية إلى درجة حرارة معينة مرتفعة بعد ما انتجه من الأرض عشان أقضي على مادة الجوسبول أو المادة السامة اللي هي موجودة في بزور فولوسوية ويقدر الحيوان يتغذى عليها لأنه لولا ما رفعتش نسبة الحرارة في بزور فولوسوية أو ما عملتش معاملة حرارية الفولوسوية هيؤدي إلى تسمم لهذا الحيوان بس تخدم السلاج بقى في علاقة التسمية إيه هو السلاج بصفة عامة أنا بتكلم دلاتي على التغذية يعني إيه السلاج السلاج طبعا نحن عارفيني السلاج عبارة عن مواد ده علف خضراء محفوظة بمعزل عن الهواء زي ما قلتلك إن السلاج بيدكوان داخل حفرة في باطن الأرض هذه الحفرة مغطاها بطبقة من البولي إسيلين اللي هي الأكياس اللي هي البلاستيك ثم عليها طبقة من التراب أو من تراب المزرعة السلاج عبارة عن استخدام مواد علف خضراء بحفظها بمعزل عن الهواء بيتم عمل حفرة في باطن الأرض بغطيها هذه الحفرة بالبولي إسيلين ثم بوضع بها مادة أو مواد العلف اللي هي موجودة عندي سواء كانت درة بكيزانه أو درة بالكيزان أو بدون الكيزان وبقطعها ووفرمها عن طريق فيه مكانات بتوفرم هذه وبتكبس وبغطي الكمية الموجودة بطبقة من البولي إسيلين لحد مدة خمسة واربعين يوم بعد خمسة واربعين يوم مباشرة ببأ إن أنا أغزي من هذه العليقة للحيوان لكن فيه هناك طلق أخرى برضو يعني أرفع نسبة البروتين في العلائق اللي هي الجافة اللي هي موجودة زي أش الأرز زي ممكن الأدبان إن أنا بعمل كومة من أش الأرز وبقت يبمى حق إن هذه الكومة بغاز الأمونيا عشان أرفع نسبة البروتين من واحد في المية اللي هو موجود في أش الأرز أو من واحد في نصف في المية إلى تسعة في المية بأنا كده وفرت نسبة بروتين وفي نفس الوقت خفضت كمية العليقة اللي هي العليقة المركزة اللي أنا هقدر أشتريها اللي هي العليقة المصنعة من المطاحن أو من الشركات اللي هي مخصصة لصناعة الأعلام يبقى أنا عندي فيه طرق تقليدية جداً زي السلاج اللي هو موجود عندي زي إن أنا بحق إن أش الأرز أو بحق إن الأدبان أو بحق إن مخلفات المزرعة بغاز الأمونيا بهدف إن أنا برفع القيمة الإنتاجية أو برفع نسبة البروتين من واحد في المية أو واحد إلى اتنين في المية سواء كان في الأدبان أو واحد إلى تسعة في المية وأحياناً بتصل نسبة البروتين إلى أحداشر في المية عشان أقدر أتغلب على ارتفاع أو زيادة أسعار الأعلاف اللي هي موجودة عندي اللي هو حيوان التسمين عبارة عن إيه؟ عبارة عن كمية إنتاج من اللبن بيقابلها مصرفات تجميل اللحم بيقابلها كمية مصرفات من هذا الحيوان أنا بصرف كل يوم علاقك موجودة بتدوله تحصينات بتدوله رعاية لحد ما وتمن هذا الحيوان وتكليف نقل الأغذية كل دي مصرفات تغذية بالنسبة أو مصرفات بيشملها هذا الحيوان طيب المصرفات الأرباح الإنتاجية اللي هي كمية إنتاج هذا الحيوان من اللحم على جسمه فأطرح الفرق من الاتنين اللي هو الكمية الانتاجية لهذا الحيوان ناقص المصرفات اللي هي موجودة عندي عشان أقدر أقول الحيوان ده هو تكسب أو الحيوان ده ربحنا داخل المزرعة أو مشروع التسمين ده يجد معاه عملية التسمين أو لا يجد معاه عملية التسمين لكن بتطرج هنا إلى نقطة مهمة جدا اللي هي معامل التحويل الغذائي بالنسبة لهذا الحيوان يعني إيه معامل التحويل الغذائي بالنسبة لهذا الحيوان الحيوان عندي مثلا حوالي 10 كيلو علف العشرة كيلو على في النهاردة ضغل مثلا بحوالي كيلو بسبعة جنيه يعني سبعين جنيه طب هو جاب لي كمية لحمة على جسمه هذا الحيوان قد ايه جاب لي تلت تربع كيلو لحم تلت تربع كيلو لحم مثلا بحوالي مية جنيه يبقى انا ما زلت في مرحلة اللي هو ان انا بكسب والحيوان ده بيزيد في معامل التحويل الغذاء طب عرفت الكلام ده منين عن طريق حملية الوزن لهذا الحيوان ان حيوان التسمين انا بازل حيوان التسمين كل 15 يوم او كل 10 تياب عشان اقدر اعرف معدل استجابة هذا الحيوان الغذاء او عدم استجابة هذا الحيوان الغذاء لو لقيت هذا الحيوان انه عدم استجابة هذا الحيوان الغذاء يبقى انا بتخلص على طول من هذا الحيوان او بشوف السبب اللي هو بتترك الى ان عدم زيادة جسم هذا الحيوان جازي كل حيوان عندي مريض موجود عنده عند اي نوع مع انواع الامراض عنده حمى قلعية اي نوع من انواع الامراض هذا الحيوان ما بيزيدش بقى انا برجع ليه السجادة اللي هي موجودة عندي عشان اشوف طبيعة هذا الحيوان لقيت الحيوان ده مفيش عنده حالات مرضية لهذا الحيوان لكن استجابته الغذاء بتبقى ضعيفة ففي اللحظة دي لازم اتخلص من هذا الحيوان بعملية البيع لابقى لازم اوقف التسمين قبل ان انا اخسر من هذا الحيوان لان انا كل يوم عمال اصرف على هذا الحيوان بدي له مثلا عشر كيلو مثلا اش بدي له خمسة كيلو من العلائق اللي هي المركزة اشوف هو حول لقديه انتاج على جسم هذا الحيوان حملية ارباح مكسب وخسارة بالنسبة لحيوان التسمين لازم حيوان التسمين اتطرك لهذه النقطة جدا مهمة في حيوان التسمين عشان اقدر اعرف ربحية هذا الحيوان هل هو مجدم معايا في عملية التسمين بعد ما شفت المواصفات الشكلية لهذا الحيوان قلت ان الحيوان ده تحينتج معايا وهيزيب معايا سواء كان الرأس الكدف الارباع الخلفية شكل حيوان التسمين السفة عامة لكن اما دخلته عندي داخل المزرعة اصبح بقى حيوان غير منتج لازم اشوف السبب هل الرعاية الصحية موجودة هل الرعاية البيترية موجودة هل الرعاية الزراعية موجودة بالنسبة لهذا الحيوان طب الحيوان الجو بتاعه عايش في ايه كل دي امور بتقدر من خلال هذه الامور كلها اقدر اشوف الحيوان ده هو بيزيد معايا او استجابته بتزيد او استجابته بتقلب في مشروع التسمين الاضافات الغذائية وغير الغذائية لعلاق حيوان التسمين الاضافات الغذائية زي الاملاح المعدنية والفيتامينات واليوريا وبيكربونات السوديوم دي كلها بضفها على العليقة عشان تقدر تشجع لي النمو بالنسبة لهذا الحيوان وتقدر ترفع من نشاط الكرش يعني النشاط الميكروبي داخل كرش هذا الحيوان وفي نفس الوقت بترفع من كفاءة الهضم لهذا الحيوان وبتصل الى درجة حمودة معينة اللي هي درجة الحمودة الملائمة لنمو هذه الميكروبات وبيقدر من خلال هاي الميكروبات دي انه يقدر يهدم الاغذية او اللي هي تناولها هذا الحيوان فالقيمة الغذائية لأش الارز اللي هو المعامل زي ما قلت لحد داك انا بجمع أش الارز في سورة بلات وبرفع نسبة البروتين في داخل أش الارز اللي هو بنجوه نسبة البروتين في أش الارز حوالي واحد لتنين في المية واحد ونص في المية والحيانا بصل الى اتنين في المية طب انا عايز ارفع نسبة البروتين انا بجيب اللي هو الاش الارز وبحطه بروسه بطبقات معينة ارتفاع حوالي مترين الى ربع فطول حوالي عشرة متر او عشرين متر فعرض حوالي اتنين متر ونص اللي هو بيقدر يغطي لكمية الاش اللي هو اللي هي موجودة عندك بيقى البولوكسيلية بطبقة من البلاستيك بعد ما غطي هذه الكمية بطبقة من البلاستيك بيتم حقن هذه الكمية بغاز الامونيا وبعض في اللحظة دي بلازم جوانب الحفرة او جوانب اللي هو الكومة لازم اغطيها بطبقة من الطراب لعدم تسريب الامونيا الى الخارج بعد شهر بالزبط مباشردا بشوف كمية اللي هي نسبة البروتين هل هي زادت عندي او لمزادتش عندي عن طريق المعامل ويشوف برفع نسبة البروتين اللي هي موجودة في العليقة يبقى دي نوع من انواع البدائل لارتفاع مستلزمات الانتاج بالنسبة لحيوان التسمي فاتجه العلماء دلوقتي انه يعامل اش الارز باليوري او الامونيا عشان يرفع القيمة الغذائية ويرفع معدل الاستفادة من هذه القيمة بالنسبة للحيوان ويتغزى عليه لكن منشطات النمو بصفة عامة عبارة عن ايه دي مركبات بتندرج تحت ادوية بيطرية لها وظائف معينة ولها وظائف علاجية بالاضافة انها بتفتح الشهية بالنسبة لهذا الحيوان وبتزود شهية هذا الحيوان على الغذاء المأكول ثم بتحس من الكفاءة التحولية ان كان انا اتركت مع حضرتك بقولك الكفاءة التحولية اللي هي قدرة الحيوان على تحويل كم كيلو لحم او نسبة من اللحم على وزن هذا الحيوان هو كال مثلا حوالي عشرة كيلو او كال تمانية كيلو حاول لقدي زيادة في النمو على جسم وبقى دي كفاءة تحولية بهذا الحيوان كذلك ان منشطات النمو دي بتقلل من عملية الاسهال بالنسبة لها حيوان التسمين وما اقدرش ارفع نسبة البروتين في تغذية حيوان حيوان التسمين حتى لا يؤدي الى اضطرابات خضمية بالنسبة لهذا الحيوان وتؤدي الى عملية الاسهال خصوصا بصفة عامة اما جاءتناول هذا الحيوان علاقة شتوية في بداية فصل الشتاء زي بحصول البرسيم بيبقى لست البرسيم طري وغض فبتلاقي في اللحظة دي ان الحيوان اللي موجودة عندي بيحدث لها عملية اسهال كذلك ان المنشطات اللي هي النمو دي بتقلل من نسبة النمو النفوق في العجول لانها بترفع معدل الغذاء اللي هو موكول بترفع معدل الكفاءة التحولية وفي نفس الوقت انها بتساعد على تحسين الكرش اللي هو موجود عندي فبالتالي بتؤدي الى عدم نفوق العجول او نسبة كبيرة من العجول في خلال مرحلة التسمي كذلك منشطات النمو دي بتحقق مزيد من الارباح يعني بترفع معدل الطاقة وبترفع معدل التحويل الغذائي لهذا الانسان ببتكلمش على منشطات النمو اللي هي بتتاخد في صورة ادوية بتؤدي الى الفشل الكلوي الى اخير وكننا بتكلم على المنشطات النمو اللي هي مندرجة تحت اسماء الادوية البيطرية واللي مسموح بها تجارية طيب حيوان التسمين ايه هي احتياجاته الغذائية لانواع العلاق بصفة عامة في هناك شروط لازم راعيها ما جاكون عليقة متوازنة بالنسبة لحيوان التسمين هذه العليقة ان تكون قابلة للهضم اتنين تمد الحيوان باحتياجاته من الطاقة فيها نسبة عالية من الطاقة نسبة عالية من الكربوهايدرات نسبة عالية من النشويات كذلك العالية بتحتوي على الكمية الملئمة من البروتينزو النوعية الجيدة ان كان انا اتطرقت لحضرتك بقولك نسبة البروتين في العلائق اللي هي التسمين بتكون 14% وممكن تنزل ل13% بس لازم اعمل عملية تدريج بالنسبة البروتين في العلائق اللي هي موجودة الشتوية مع كبية العلائق اللي هي المقدمة في صورة مركزات يعني عليكها جافة لازم اوازم بين الاتنين لان انا عندي كده فقط في نسبة البروتين احنا عارفين نسبة البروتين بتبقى في محصول البرسيم بتبدأ من الاول الحشة الاولى نسبة البروتين بتبقى منخفضة ليه؟ لان في عندي ارتفاع نسبة الماء في الحشة الاولى ثم بتنخفض نسبة الماء في الحشة الثانية وبتزيد نسبة البروتين ثم بتنخفض نسبة الماء في الحشة الثالثة وبتزيد نسبة البروتين ثم بتنخفض نسبة البروتين بتزيد نسبة البروتين في الحشة الرابعة وتقل كمية المياه للي دخل عليك فترة الصيف كل ما تقل كمية المياه في العليقة المقدمة الخضراء كل ما تزيد نسبة البروتين في البلسيم اللي هو المقدم عشان كده بقول لأ بدرج حيوانات اللحمة عندي في التغذية على العلاق الشتوية في بداية فصل الشتاء بقى أنا بجيب عجلات أو عجول صغيرة أبدأ أن أشتغل معاها أو أسممها عندي داخل المزرعة قبل نهاية عملية التسمين بحوالي شهرين أو حوالي شهر ونص بقى معملية دفع غزائي من العلاق المركزة اللي هي موجودة يبقى فيها نسبة بروتين عالية عشان تقدر تحول للنسبة من الهحوم على جسم هذا الحيوان كذلك فيها عندي بقى تاني أن تحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات يعني إيه تحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات يحتوي على كل جميع الألواع الأملاح المعدنية والعناصر المعدنية سواء كانت عناصر المعدنية صغرى أو عناصر المعدنية كبرى لازم العلاق تحتوي على هذا كذلك لازم اتناسب يعني اوازم بين نسبة العلف المركز الى العلف الخشن اللي هو المقدم وكلمة علف الخشن اللي هو العلف المال اللي يقدم سورة ادبان الشقرز مخالفات المحاصيل بسبب عامة سلاج كل دي عبارة عن علاق من العلف الخشن ان تحتوي للحيوان يعني تحقق للحيوان الشبع الفيسيولوجي او الشبع الميكانيكي بالنسبة لهذا الحيوان في احتاجات غذائية لحيوانات اللح اي مادة علف بتقدم لهذا الحيوان لازم اجب ان تحتوي على العناصر الاساسية لعملية التغذية اللي هي العناصر الغذائية عند نسبة البورتين عند الطاقة عند الفيتامينات عند الاملاح المعدنية عند الاضافات اللي احنا اتكلمنا عنها كذلك العنصر الغذائي المحدد لسعر كمية لسعر طن العلف او لكيلو العلف هو نسبة البروتين انا اتتركت مع حضرتك بقولك في عندي علائك نسبة بروتين 16% وفي نسبة بروتين 18% وفي نسبة بروتين حوالي 14% وفي علائك نسبة بروتين حوالي 11% وايه اللي بيحصل في عملية النيدية 11 و14 و16 و18 هو بيرفع معدل الطاقة في العليقة وبيقلل نسبة البروتين زي فول السويل هو داخل او بيقلل نسبة بزة القطن او بيقلل اي نوع من انواع الاجساب المضافة الى العليقة عشان خاطر ان هو يقلل نسبة البروتين طب هو عايز يزود او يرفع نسبة البروتين فبيرفع نسبة الكزب اللي هو موجودة اسواء كزب بزة القطن كزب الكتان كزب بزة السمسم عشان يرفع معدل البروتين في العليقة طب انا عايز ارفع نسبة الطاقة بخفض نسبة البروتين في العليقة وبرفع نسبة الطاقة بس دي برفعها امتى نسبة الطاقة في اخر عملية التسمين اللي هو موجودة بالنسبة لهذا حيوان حتى لا تصبح غير مكلفة بالنسبة لإنتاجية أو ربحية هذا الحيوات يبقى أنا عندي فيه أربع أنواع من العلاقة اللي هي المقدمة للحيوات فيه عليك 11% نسبة بروتين فيه عندي عليك 14% نسبة بروتين فيه عندي عليك حوالي 16% دي في حيوانات اللبن فيه عندي نسبة بروتين في عليك 18% 18% ما زالت تكرر أنها العليقة البادئة التي تقدم للعجول بعد انتهاء عملية الرضاعة في المزرع برفع نسبة البروتين اللي انت عارف أن العجول كان بتتغزى على الألبان اللي هي موجودة الألبان فيها نسبة بروتين عالية ما جاء غزة على نسبة بروتين 11% من أنواع العلائق هيحدث أن هو الحيوان يحدث انخفاض لمعدل الوزن بالنسبة لهذا الحيوان يعني إذا يرجعني تاني إلى عملية التغذية فأنا عايز أزود أو عايز أخلي الحيوان يبقى ماشي بانتظام فيه عملية الزيادة فيه النمو لأنه ما عندنا فيه مراحل كتير للنمو فبرفع نسبة البروتين وبقدمها للعجول اللي هي بعد عملية الرضاعة أنا عندي فيه اختلاف أنواع أو نسب البروتين في داخل العلائق بكونها أو بجمعها حسب احتياج هذا الحيوان إذا كان الحيوان وزنه حسب 40 كيلو إذا كان الحيوان وزنه 100 كيلو إذا كان الحيوان وزنه 150 كيلو إذا كان الحيوان وزنه مثلا ربعمية كيلو يبقى كل حيوان وحسب حالة الحيوان وحسب حجم الحيوان بقدر ان انا ارفع نسبة البروتين او اقلل نسبة البروتين بحساب ان انا بدي واحد في المية من العلائق اللي هي المالقة ثم واحد ونصف في المية من وزن هذا الحيوان عليقة مركزة دي كلها النسب البروتين اللي تقدم ليه حيوان التسمي الاحتياجات الغذائية قلنا في عندي احتياجات حافظة يعني بدي الحيوان احتياجاته عشان ما يقدر هذا الحيوان ما ينزلش عن معدل الوزن اللي هو موجود يعني مثلا نفترض الحيوان وزنه حوالي ربعمية كيلو الحيوان بيحتاج واحد في المية علي احافظة يبقى دي علي احافظة ما يقلش عن اربعة كيلو او عن مسلا عربعين كيلو على سبيل المساء امل على انتاجية بزود هذه الكمية الى بمعدل واحد ونصف في المية حسب وزن هذا الحيوان الكمية زيادة اللي بزودها عشان عملية الانتاج والانتاج هنا في داخل حيوان التسمين انتاج محصول لحم داخلي يعني الحوم بتتكون على جسم هذا الحيوان في صوت عضلات وهيكل عظمي الى اخيره لكن بالنسبة لحيوان اللبن بزود نسبة البروتين او بدي عليها انتاجية بهدف انتاج هذا الحيوان من اللبن لان محصول هذا الحيوان اللي هو انتاجه من اللبن محصول خارجي بعجس حيوان التسمين اللي هو محصول داخلي فالاحتياجات الغذائية بصفة عامة عندي منها نوع ايه؟ احتياجات حافظة يعني تقدر تحفظ هذا لجسم الحيوان ثم احتياجات انتاجية بالنسبة لهذا الحيوان طبع انا عايز اركب تركيبة علف من العلائق اللي هي المركزة. يعني هي عليك مركزة. اللي هي العلاق اللي انا بكونها في داخل المصانع اللي هي موجودة. اللي عليك الجهزة. اللي هي منجيبها في صورة اجولة. وبيتبين متوزحها داخل الحيوانات في المزرع. اكون نسبة البروتين ازاي? احط النسب قدي ايه? اضع ستين في المية كوز ببزرة قطن غير مكشور. خمسة وعشرين في المية رجيع كون. اتناشر في المية نخالة. اتنين في المية مسحوق حجر جيري واحد في المية من ملح الطعام. يبقى النسبة دي كلها عبارة على مية في المية. نسبة البروتين في هزيه لعليكة من اربحتاشر الى ستاشر في المية او الى خمستاشر في المية. ده تصلح ليه حيوان التسمين. القاعدة الاساسية هنا عند تغذية الاغنام بدي واحد وسبعة من عشر من وزن هذا الحيوان عليقة مالئة ومركزة. لك دي بالنسبة للاغناة. الاغنام احنا قلنا بالنسبة للحيوانات التسمين بدي واحد ونص في المية. طب الاغنام بدي كام واحد وسبعة من عشر في المية من وزن الاغنام او المأز عليقة مركزة. لكن بدي عليقة مركزة لحيوانات التسمين بمقدار واحد ونص في المية اللي هي من وزن هذا الحيوان عليقة انتاجية عشان اقدر ارفع معدل الزيادة اليومية بالنسبة لهذا الحيوان. طيب لو جهة اغذي لعجول النامية. يعني ايه لعجول النامية اللي هي موجودة عندي? العجول اللي هي حديثة الولادة. العجول اللي هي بترضى عندي داخل المزرعة. بغزي العجول الرضيعة اللبن الكامل او اللبن الفارز. او بداء الالبان. انا اتركت معك في التغزية بالنسبة للحيوان اللي هو كبير اترك فيه عملية تدريج عشان عملية تخبرات الكرشة الى اخير من هذه الحيوانات. طب ان عندي صار رجل صاحب مسلا مزرعة موجودة عندي داخل القطيع او داخل احدى المزارع. لو هو غزة تغزية صناعية بالنسبة لهذا الحيوان على الالبان اللي هي الالبان مباشرة. هذا الحيوان هيبدأ يخسر من العملية الانتاج. بمعنى ايه? بيعمل ايه في اللحظة دي? بدل ما يغزي على العلائك اللي هي على الالبان اللبن كامل بيغزي على لبن فارز. نفترض ان هذا الحيوان بياخد حوالي اه عشرة كيلو من وزنه من الالبان. او هنخليها حوالي خمسة كيلو من وزن اه هذا الحيوان. فبغزي حيوان اللبن بمقدار تغزية صناعية عشر في المية من وزنه. بمعنى ايه? بدي له لو كان الحيوان عند اربعين كيلو بدي له اربعة كيلو لبن. في بعض المزارع بتعطي هذا الحيوان اربعة كيلو من اللبن الكامل. يبقى اذا عند التغزية هنا مكلفة. طبعا انا عايز اعمل بديل عشان يوفر كمية انتاج اللبن. فبيدي تلاتة كيلو زائد كيلو من اللبن الفارز يبقى اربعة كيلو اللي هي الكمية اللي هي موجودة هيقدر يستهلك هذا الحيوان. وده ان شاء الله اللي احنا هنشوفه مع بعض في الحلقة القادمة. اعزائي وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.